السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله تقدر نفسه عن عدد الاشخاص الذين رفضوا لكن من الواضح ان ذلك مخالف للقواعد المعمول بها في الواقع بعد تحديث البروتوكول الصحي الذي قدمته الدولة قامت العديد من شركات الطيران بتكيف بروتوكولاتها سواء كانت الخطوط الجوية الجزائريات او شركات اجنبية اخرى مثل شركة الفرنسية لكن شركة فويلين لم تقم بعد بتحديث شروط السفر الخاصة بها تستمر في طلب اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل من الركاب الملقحين بينما يتعين على الاخير فقط تقديم شهادة التطعيم في الواقع قامت الحكومة الجزائرية الخميس سبعة عشر مارس بتحديث البروتوكول الصحي المفروض على كل من يسافر الى الجزائر من الان فصاعدا لم يعد المسافر الذي تم تطعيمه بحاجة الى تقديم اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل قبل الصعود الى الطائرة يقدم فقط شهادة التطعيم الخاصة به التي تقل عن مائتين وسبعين يوما اذا لم يتم تطعيمه فيجب عليه تقديم اختبار سلبي لمدة اثنان وسبعين ساعة بدلا من ستة وثلاثين ساعة قبل ذلك كما انه عند الوصول لا يحتاج الى اختبار المستضد المطلوب قبل التحديث نقطة ومن المؤسف ان راعي الجزائريين ولا سيما من فرنسا ما زالوا يعانون من المحنة على وجه الخصوص في مواجهة تقاعس وصمت السلطات التي تأخذ وقتها لرد على شكاوى اعضاء الشتات الجزائري يمكن للسلطات تحدي شركة فويلين الاسبانية بشكل خاص لتطلب منها تحديث بروتوكول الصحة الوضع الصحي مستقر مع انخفاض عدد الاصابات اليومية وهذا ما يبرر تحديث القيود الصحية